مش هدينة ده معد موجز الأخبار مع منا تفضل يمن شكرا ليك شازلي أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 986 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وشمل الإفراج من تنطبق عليهم شروط العفو في إطار تطبيق وزارة الداخلية للسياسة العقابية الحديثة يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى تجنب اختيار المرشحين على أساس المال وطالب عون باختيار المرشحين الجدين والحريصين على مصلحة الشعب اللبناني وتبدأ أولى مراحل الانتخابات النيابية في 6 من مايو الحالي للمقيمين في الدول العربية والمرحلة الثانية في 8 من الشهر الحالي موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين في باقي الدول الأجنبية أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الحالي شنت روسيا هجوما عنيفا مدعما بالدبابات والمشاع على مصنع أزوفستال وهو آخر جيب للمقاومة الأكترانية في مدينة ماريوبول الجنوبية ومن جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة أنه تم بنجاح إجلاء 101 مدني عالقين منذ أسابيع في مجمع أزوفستال أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش عن أمله في تنظيم المزيد من فترات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين أوكرانيا وروسيا على غرار نموذج الذي سمح بإجلاء 101 مدني من مصنع أزوفستال الصلب في عملية نسقتها بنجاح الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن أرسلت مساعدات أمنية تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا في فبراير الماضي موضحا أن هذا المبلغ خصص للدعم الديمقراطية والحرية في كييف وفي كلمة له أثناء بايدن على ما يقوم به الشعب الأوكراني أمام الجيش الروسي وأوضح أنهم يقاتلون من أجل بلادهم مضيفا أن أمريكا تقود الحلفاء للتأكد من تزويد الأوكرانيين بالأسلحة اللازمة للدفع يكتمع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس لمناقشة الأزمة في أوكرانيا بعد نحو أسبوع من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش لكييف وفي وقت سابق قال حاكم منطقة دونتسيك شرخ أوكرانيا بافلو كريلينكو إن هجمات روسية على المنطقة أودت بحياة 21 مدنيا وأصابت 27 آخرين قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد نحو البحر قبالة الساحل الشرقي وأعلنت هيئة الأركاني المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن بيونج يانج أطلقت ما وصفته بقذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو الرابع عشر لنظام الكوري الشمالي هذا العام وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونها ورياضيا تأهل الليفربول إلى نهاء دور أبطال أوروبا بعد تخطي فيا ريال في الدور قبل النهائي بخمسة أهداف مقابل هدفين في نتيجة مبارتين الذهاب والعودة لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المواجهة الثانية قبل النهائي المقررة مساء اليوم ختم مجز الثامنة وعودة الاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل